طيب مامتك قالت لك نصايح غير خلي عندك شوية قنوسة ربنا يهدك قالت لك كده خلي عندك شوية قنوسة ربنا يهدك دي حقيقة شخصيتك لما بتعملي كده هيهزق منك وهيمشي ويسيبك مش تلاقي حد يعبرك تلاقي حد فطولك أساسا تلاقي حد فطولي فعل قالت لي كمان انه خليك احنا هنا شوي وإوعي تقولي عيوبه قدام حد عشان ما يجيش حد يستغل العيوب دي ويخش يملاه اهدي نصيحة غالية اوي طيب انت عيوبك بقى بالنسبال وهو شايف ايه هو ولا هيمن اوي انا عايزك تنطق اه 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 يا مكسودة يا عمد لو تكلم لا هو شايف العيوب ان انا يعني ما بفكرش قبل ما اخد القرار ايه ممكن ابقى متعصبة اه وفي النص طب والله ايما انا عاملة كزا طب ليه خلاص انا حلفت خلصت هو عائلة اكتر مني طبع واطيب مني واحنين اكتر مني فبيعرف يخليني اسمع كلامه بكل الطرق يعني انا عملة بكت كده ما حدش عارف يماشيني بس ده عرف ادر انه يخليني يروح معافسة كده اصلي بس عايزة اقولك ان احمد ده كده بقى اصبح في نظر انا هولا كون جبار اه لا لا واد واد متين يعني معيني شكله مسلم جد يا احمد مسلم لا مش لازم يكون مسكك من شعرك عقده على ايده وجرك زي شايف احيانا بنبقى محتاجين الكلام ده